محركات عسكرية متطورة لعدد مائة طائرة مسيرة تعلن الأجهزة الأمنية والعسكرية يوم أمس الأول ضبطها داخل خمسة وعشرين صندوقاً في محافظة المهرة وتحديداً في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان على متن شاحنة ادعى سائقها أنها معدات اتصالات تتبع شركة يمن موبايل كانت في طريقها للإرهابيين الحوثيين توقيت عملية تهريب محركات الطائرات المسيرة ومكان ضبطها أثارت أسئلة خطيرة ويبدو أن الإجابة عنها تحمل دلالات وحقائق أكثر خطورة فمن أين أتت شاحنة المحملة بالمحركات والمعدات العسكرية المتطورة ومن مصدرها وممولها ومن المسؤول عن تهريبها وما الهدف منها؟ في توقيت يشهد حراكاً سياسياً تقوده سلطنة عمان التي تقول إنها تتبنى وساطة لإنهاء الحرب في اليمن وإقناع جميع الأطراف بالوصول إلى حل سياسي لكن كيف يمكن تفسير ضبط مئة من محركات الطائرات المسيرة كانت قادمة من الأراضي العمانية بهدف تهريبها لجماعة انقلابية وإرهابية محظورة التسليح بقرارات أممية تحت الفصل السابع ثم ما تأثير ذلك على جهود الوساطة التي تقودها مسقط وكيف يمكن الوثوق بها كطرف وسيط في حين تتدفق المعدات العسكرية المتطورة انطلاقاً من أراضيها وزير الخارجية اليمنية الأسبق الدكتور عبد الملك المخلافي سارع للتحذير من مخاطر عملية تهريب محركات الطائرات المسيرة عبر منفذ شحن مع عمان فهي بحسب المخلافي تكشف عن الكثير من الخبايا لما حدث ويحدث في اليمن بالإضافة إلى الأسئلة التي تدور حول الأضرار والجرائم التي يمكن أن تسببها مئة طائرة مسيرة تهرب محركاتها عبر سلطنة عمان وكم يمكن أن تقتل وتدمر هذه المسيرات من البشر والمنشآت المدنية على أن العملية تثير تساؤلات أكثر أهمية تتعلق بحجم مثيلاتها من الكميات التي هربت على مدى ثمان سنوات ومن يرخص لها ويتغاض عنها ومن يسهل ويساعد ولماذا لم تفتح سلطنة عمان تحقيقات حول عمليات التهريب السابقة انطلاقا أو عبر أراضيها هل لا يستوجب الأمر تحقيقا دوليا؟ ترجمة نانسي قنقر